اليوم اجبت لكم تدبير اخفيفا دريفا نفرحوا بها وحدينا وسيختوا نسولاجوا بها الاحصاب واللي هما اللي هما اللي بومب دوبا كيفاش نقدروا نخدموهم وكامل اسمع نخدموهم في المنزل بلا ما نشريوهم باقل تكلوفة باقل تكلوفة ونفرحوا وحدينا بنا دونك لازم نعرفوا يعني قبل واشنو هما يعني هادو كل يدوبوا في الماء يفوروا يعني يصراوا فورا ويدلونا ينبال كولا وريحة بزاف شابا احنا نشوفو في الصور كي ما راهم يشوفو في الصور وتاني يعني كي عندهم فوائد ومن بينها راح يرطبونا البشارات تانا يعني ويخلونا رايحة شابا ويجوا بالالوان بلا يكولا يجوا بالالوان ومامل الخدمات تحوم سهلة بزاف احنا نشوفو في الصور الزراغ الغاز جون يعني الالوان اللي فتير الانتباه نقدروا نديروهم يعني بالالوان عدة الوان ولكل لون وحده احنا نروحو كيفاش نقدرون نخدموهم احنا نسحقو بينسعو البكاربونت مكونا الرئيسي اللي تجيبونا اينا احنا والبيكاربونت هكا لازم كل وصفا نديرو بيكاربونت فيها احنا نسحقو البكاربونت و الحمض الليمون حمض الليمون قادرين نشروه يعني معند لي بيع الحلويات دوزان تبع الحلويات احنا ونسحقو لميزينة لميزينة تاني نزيدو ورح نزيدو هنا معاهم يعني الملح الخاشن لكن لازم يكون لخشين اذا ما كاش متوفر عندهم يديرو ملح الطعام نغمال يعني وش كان متوفر عندهم يعني مكونات طبيعية ونسحقو تاني لزيت انا شوفي انا نفضل زيت جوز الهند وعلاش باسكو عندو فوائد ومنها يرتب البشارة نحنا نعرفو بلي منيح البشارة وتاني ريحتو بزاف شاباب فوالا دونك يديرو له شوية زيت جوز الهند ويدا يحبو زيت سلورد تاني مليح عليهم فوالا دونك لكن ما يكتروش يديرو شوية برك لخاطر هاداك الخاليط رح نسحقوه يعني شوية انا شف ماشي جاري إذا رح ندرناه جاري ما رحش يتلعين منا فانتيني داكو دونك نسحقو تاني ليمول شوفيه ما عندهم مول خاص بيهم يعني يجي دائرة رح يشوفوه في الصورة وإذا ما كانش متوفر عندهم لما لقاوش مين يتباه يقدروا يديروه في ليمول تا سيليكون ليتباهوا برا يعني ليستعلوه في الحاليات ومان ما يجو بالاشكال يعني ما نتقيدوش غير بالشكل الدائري ولا نقدروا نديرو قلوبا ولا الشكل اللي يحبوه لي متوفر عندهم ربما في البيت باش ما نبغتمو السيليكون يقدروا يستعمله إيمان حتى شوفي حتى إذا ما كانش متوفر عندهم المول تا سيليكون يعني يقدروا يديروه بكاين دي شوكولة يجو في علب ولا فايس يجو شغول دائريا يقدروا على شكل أشكال نعم يعني يلقى ويلقى فاش يديرو قلنا نخلطوا هاداك الخالط كامل وزيدوا له زيت جوز الهند ولا زيت الورد وراح نقسموه هاداك الخالط كامل يعني كما حبوه شوفيه يقدروا يقسموه يعني على ثلاثة يخلوه الأبيض وحده ويزيدوا يعني زوج هادو كيديرو لهم كولوره الملوين احنا الملوين الغدائي العادي يعني ليش رو عند يبيع الحلوة فورا نظنك نقدروا زع ما نديرو الوردي ولا اللون البانفساجي ولكن شوفي احنا الملوين كي ديروه راح نازم يخلطوه مع الماء فمتيني اميلا بش يمتاز الجمله اذا درناه يعني هكا كبودغ ولا يكيد مام لكن ما راحش يتخلط ناملح مع الخالط يعني راح يصعب لهم شويا لازم يخلطوه قبل مع الماء ويضيروه بالخالط بش يضمنوا النتيجة من أفضل نحركهم اللي حمع الشويا ما ونضيفوه فالا دقنا الالوان كي ما حبوا يقدروا البانفساجي تاني ويزيدوه زيت الخوزامة زيت عطري بش يتلاقناء الرائحة اللي حتوبنينتك ما اقول الخوزامة وزيت الخوزامة تشميها يعني ترتاحي نفسيا الخوزامة يعني تتوالماع اللون البانفساجي فالا دقناه يقدروا يدولوا اللون ازرق يعني الالوان هذي تولي اليهم نفسها يخلطوا كامل لكلغ هنا يروحوا يجيبوا فيلمول هاداك ويبدوا يديرو لكن راح يعني يبوي يملح على الخالط هاداك باش يشدنه فيلمول تأسي ليكون يحبوا يديرو طبقه بطبقه ويحبوا يديرو كلغ وحده كما يحبوا ويقدروا يديرو حتى الورد المجفف هذا الورد المجفف اللي يكون صغير الأحمر يديروه من تحته ويديرو الخالط هاداك ومن بعد راح ينحو هاداك يعني ينحوها من المول تأسي ليكون ويخلوها تنشف هنا مرحش يستعملوها ديراكتومون راح يخلوها حوالي 24 ساعة